نادية وإسماعيل والدان لثلاثة أطفال رغم ساعات العمل الطويلة والتزاماتهما خارج البيت فهما يخصصان حيزاً زمنياً يومياً لتربية أبنائهم والاهتمام بهم ومراجعة دروسهم ومساعداتهم في واجباتهم في هذه التغييرات الحالية التي يعرفها العالم العربي في إطار ما يسمى بالربيع العربي أصبح دور العائلة أكثر كي تطالب واحد المشاقة كبيرة باش نخلق واحد توازن نفسي عن دراريخس مراقبة مستمرة خوفاً من الانحراف إلى هذه الوليدات إلى جانب الاهتمام الذي يعيره معظم الأولياء لتربية أبنائهم وسقل شخصياتهم في إطار الأسرة يعول هؤلاء على دور المؤسسات التعليمية في إتمام تربية الناشئة التي ينصدرها مستقبل غير متضح المعالم دور الأساسي لمؤسسة التعليم سواء كان تعليم خصوصي أو عمومي هو تربية الناشئة إن صح التعبير ولكن أساساً تعليم هذه الناشئة لأن دور التربية هو دور تبقى على عاتق البيئة والمجتمع والأسرة والمحيط إلى غير ذلك اليوم مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب تعناب الناشئة سواء على المستوى التقافي العام أو التربوي والتعليمي كذلك كيف تتخدم في ميدان التربية للاستعداد الشباب لسوق الشغل والمجتمع فلسفتنا نكون شباب اللي هو عنده كفاءات باش يستاجب لسوق الشغل تنكونوا ناس صالحين للمجتمع بحيث كل سنة طلباً اللي عندي يكونوا تيديروا الباشلر الباك بلوس تخوى أو الماستر مؤسسات تعليمية تكون أجيالاً يحدد مستقبلها بعد نيل شهادة الباكالوريا حيث يصبح حتمياً اختيار وجهة صائبة وتخصص يستفاد منه في سوق الشغل ويساير متطلبات العصر لكن المختصين يؤكدون أن هذا التكوين الذي توفره المؤسسات التربوية لن يكون ناجعاً إلا بالتوازي مع تكوين أساسي في المؤسسة التربوية الأهم وهي الأسرة التربية، التعليم والأسرة عوامل أساسية لإعداد جيل الغذ الذي ينتظره مستقبل ضبابي تشبه أزمات اقتصادية وتغيرات سياسية واجتماعية ومتابعة للموضوع سنسلط الضوء على دور التعليم والأسرة في بناء جيل الغذ إلى مستقبل تطبعه الأزمات في تقرير آخر من دبي فاطمة البكاري لبرنامج اليوم على الحرة الرباط